تعد مكتبة الأسكندرية مركزا ثقافيا مميزا فازت بجوائز عالمية ودولية خلال الفترة الماضية تقديرا لدورها الثقافي والعلمي والفنية وجاء دور مكتبة الأسكندرية استكمالا لدور مكتبة الأسكندرية القديمة وتطويرا للجهود العلمية الفنية التي تقوم بها مصر لنشر العلم والمعرفة والثقافة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية مكتبة الأسكندرية القديمة والتي عرفت باسم مكتبة الأسكندرية الملكية أو المكتبة العظمى هي كبرى مكتبات عصرها شيدها بطليموس الأول قبل 23 قرنا وفي أكتوبر عام 2002 تم إعادة إحياء المكتبة في مشروع ضخم قام به مصر بالاشتراك مع وكالة اليونوسكو التابعة للأمم المتحدة حيث تم بناء المكتبة من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة بنكرمه في مكتبة الأسكندرية بهذا المتحف الذي يسرد تاريخ حياته من خلال الأوسمة والناشين التي أهديت ليه من رؤساء الدول وفي فترات مختلفة من حياته الصور المعلقة على حوائط المتحف والتي تعبر عن محطات مختلفة في حياته طبعا هو قاعدة 11 سنة في حكم مصر كان فيها حرب أكتوبر كان فيها مفاوضات السلام كان فيها زيارات ولقاءة مختلفة مع رؤساء دول كان فيها زيارة التاريخية للقدس سنة 77 مكتبة الأسكندرية الجديدة هي مجمع ثقافي يضم المكتبة الرئيسية القادرة على استيعاب ملايين الكتب والمكتبة التابعة لها وهي المكتبة الفرانكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط المتحف المخطوطات أنشئ سنة 2002 بقرارة جمهوري بيضم مجموعة نادرة جدا من المخطوطات التراثية الإسلامية والعربية وغيرها من المخطوطات كمان بيحتوي على حوالي خمسين كتاب نادر الكتب النادرة ليالإنكو نابولا اللي هي بتبقى نادرة جدا في العالم المخطوطات عندنا مقسمة وحدات العرض لفرعونيات ثم يهوديات ومسيحيات ومخطوطات إسلامية كما تضم مكتبة الإسكندرية ست مكتبات متخصصة وأربعة متاحف وقاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم بالإضافة لاثني عشر مركزا للبحث الأكاديمي وستة عشر معريضا دائما تمتلك مكتبة الإسكندرية مركزا للمؤتمرات يتسع لألاف الأشخاص كما تستضيف عددا من المؤسسات لتصبح مكتبة الإسكندرية بذلك مركزا للعديد من الشبكات الدولية والإقليمية